السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد سوف نشارك معكم في هذه الغريبة اللوز التي تجغزالها بشكل مختلف هذه الغريبة لا يعلاء عليها سوف نبدأ معكم بالمقادر الغريبة الغريبة الخميرة الفورية تجوج صاشيات لا يوجد صاشية و لا يوجد كي نعودها في المونتاج المهم أول مقادر كيلو طحيل الفورس جيدة كأس الماء 200 جرام اللوز الزبدة 200 جرام خميرة ثم قبص الملح اللوز سوف نحفظ سوف نحفظ سوف نحفظ أول مقادر سوف نسلق المدينة الغريبة 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 خمسة دقائق خمسة دقائق بالضبط سوف نحفظ من فوق النار خمسة دقائق خمسة دقائق خمسة دقائق خمسة دقائق مدينة طويلة ثم نصف الماء سوف نحفظ نحفظ و نضيف ثم نحفظ 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 200 جرام نحفظ نحفظ ثم نحفظ إ Beijing نحفظ ثم نحفظ ونحفص سوف نمثل هذا ثم نحفظ نحفظ اللوز في نفس الوقت إذا كنتوا هاد المعاملية مزروب إذا ما كنتوا مزروبين ديروها قبل بنهار يعني نشوفوا اللوز قبل واستعملوا به هاد طريقة اللي غادي نستعمل بها آنايا المهم آنايا محتاجة هاد الساعة كيف ما صلقتو كيف ما نشفتو مزيان بدك الكتانا من بعد غادي نوضع الزيت النباتية في واحد الكاسرول من بعد غادي نديرها فوق النار يعني زيت أي ماركة تستعملوا يعني أنا ما كان شجعتم ماركة بالضبط المهم غادي نديرها غادي تغلى واحد شوية هنا كيف ما شتوره اللوز صافين شفلية قريبا نخلي صغير واحد شوية المهم ونشفتو مزيان بيدية مزيان حتى نشوف ومن بعد أنا غا نخلي العافية غادي ندير فيها واحد الحبة ديال اللوز وغادي نوريكم القياس ديال ديال نار كيفاش خاصها تكون ها أنتم ما الحبة مني اللي احتها را ما تفعلت ما حتى حاجة مع اللوز يعني بقي شوية بارد يعني غادي 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 غيبنوا لكم كيتلعوش دوك الفقاعة الصغيرين ديك ساعة ل كيف حاجة مع اللوز ديال كامل هاد الطريقة بالعين يوريتها لكم لأن كينا اللبنات مكيع عرفوش القياس ديال لوز وكيبقى لهم خضر ليهم من الداخل ولا كييتحمر من الخارج وكيبقى من الداخل ما ما محمرش يعني هاد طريقة اللي وريتكم كونوا متأكدين أن اللوز غادي تحمر من الداخل ومن الخارج وغادي جيفي ديال قرماشة ومني غادي تتحنو غادي جيكم على شكل اللي بغيتو فهمتي إحنا بغينا بحل شكل برانيني يعني غادي تكون معلك وكي تلقى الزيس ديال هذا الطريق مضمون 100% هنا سوف نتبع معكم الطريقة كيف يتقل اللوز و القياس للتحمار يزيد من الزيت يزيد من الزيت يعني دي ما عندكم تغفلوا عليه تيدوز له الطياب يعني دي ما كانت تحضير اللوز ديال كتوقفي عليه حتي طيب ما كانت تقوليش نمشي نخلي ومشي نقضي شي حاجة وعن نرجع اللوز ضغيه كي ياخد ضغيه كيتحمر ولم شتفت فيه التحمار كي يولي مر يعني من الأحسن أنا كيتوقفي عليه وتزبقي كتحرك شوية كيفما شفتوا معايا وكنتظر باش كنشوف واش بدات الحمورية كتددخل معاواش بدك يتحمر مزيان هانتم ما شفتوا معايا كيفما كان وريكم هنا راه مازال يعني مازال خاصوا واحد شوية غاني نستمر في التحرك وفي نفس الوقت باش كيندبج معايا والحبات اللي شوية باقي خضرين كي يهبطوا لتحت والاخرين اللي فق كي يتلعوا لفوق وهاكدا كان بقى نستمر في التحرك شوية بشوية حتى كيتحمر لي اللوز كاملو وتكي ياخد ذاك اللون اللي بغيت أنا يا ولي ياخد القياس ديال الحمار اللي بغيت يعني يالله كي يبدأ جاي الحمور يعني شوية يعني ماشي يقاع بزاف يعني غدي تخليوه لا هو محمر بزاف ولا هو جاي في البيوضية يعني كتلحسي به بها وان زمانا يبدأ كيتحمر بدا تكاد دخلوه لهذا غاني نزولو من الزيت يعني وخاصني تكون هنا في هاد الاتناء وجدتوا واحد طبصيل اللي في هي إما ورقة الورقة اللي غاديت ورقة الطهي اللي غاديت يقدر ينشئ يعني نمص لكم ديك الزيت اللي كينا فيه يعني باش ينشف في نفس الوقت صافي ومن بعد كنزولوه من على النار كيف ما غليت شوفوا معايا هنا يا هانتوا مشتودة هنا رابدات قد دخل معا الحمورية صافي عنا غادي نزولو لانا من بعد غادي يكمل اه الحمار ديالو لانا الزيت مازال كي يكمل في هاد الحمار هاد شي اللي كاين كيف ما شفتوا معايا هنا يا شطورة يلا زولتوا يلا حمار ما خليتوش مزل مموراكم مهم معالينا غادي ننصفوا اللوز ديالنا كاملو الكمية كاملة غادي نخليها هنا يا وهو يلا كيدفى شوية كيدفى لي واحد شوية كنمشي كن نتحنو وانا غادي نوريكم كيفاش غادي نطحنوه تبعوا معايا الفيديو حتى التالي هنا غادي نطحن اللوز وباقي شوية دافية يعني ما بردش بزاف يعني ماشي بخليتو تابرد قاع مهم يلا شوية دفع وغادي نطحنو هانتوا من قياس ديال الطحين ديالو تكي تلقنك الزيت ديالو هنا حيث انا محتاجه في هاد القوام ما محتاجهش القوام اللي يكون غي يمهرمش شوية لا هذا هو القوام اللي انا محتاجه فيه يعني غادي نطحنو اللوز ديالكم تكي تطلع الزيت ديالو غادي نطحن انا الكيمية كاملها بطبيعة الحال انتوا ما استمروا يعني ذيك الكيميته هي كاملها غادي نطحنوها على هاد الشكل فهاد الاثناء غادي نوجدو لحلوه ديالنا كيفما كتلكم اللي موالفوا عارف طريقة ديالوز يزرب الفيديو حتى يوصل هاد المرحلة وهنا غادي نبدو نوجدو للوصفة ديال ديال الحلوة ديالنا اه اول حاجة غادي ناخدو الزبدة اللي كتكون بحرارة المطبخ كيفما كتشوفو را كتكون كريمية بهتشكل رار طبع غادي ندير الكيمية كاملها مية سين قرام ديال الزبدة كيفما شفتو هاد البوطة يعني انتوا ما اه تاخذ ديال هاي يضيكون ادري كتر من هكا كديرو الزبدة الهيوانية مية سين كرام غادي نديرو قمصة ديال الملح من بعد الملح غادي نضيف كاس ديال ماي زينا والقياس اللي درتو ديالكس ديالماي زينا بنفس الكاس غادي تديرو يعني دي ما تعال قديرو العبار بنفس الكاس اه عن هين كيفما كتلكم ادرنا thấy زبدة مية سين 200 فاني يمكن لكم تستعملوا فاني سائل بحال بحال يعني يمكن لكم تديروا معلقة راس معلقة صغيرة ديال فاني ومن بعد غني نضيف كأس ديال سكر غلاسي كيفما اكتلكم الكأس باش كتعبرو كيكون نفس الكأس يعني اه درتوا كأس ديال عنبا يعني غتستعملوا نفس الكأس ديال سكر غلاسي ومن بعد غني نخلط المقادر بشوية بشوية بيدية ورا كيكونوا جيك سهلين يعني ضغية كيندمجوا العناصر اه لانا كيفما شو سكر غلاسي خفيف ومايزينا خفيفة وصير ديال النجاح ديال له هاد الوصفة هو مايزينا يعني مايزينا كتعطيك واحد كيفش غلنقول لكم واحد المدق زوين واحد الهاشاشة لهاد الهاد الوصفة يعني انا غني نستمر في التخليط حتى كتندمج معايا العناصر كاملها كيفما قلت لكم اغنقطع لكم حتى مرحلة باش الناس اللي اول مرة كيصيبوا يعني كيبقوا متبعين معايا مايخافوش يعني في اللي ولا غادي جيكم غا تقولوا كيفاش ما هي دغية جمعات لها كلها غيستمروا في تحريك واستمروا في دمج العناصر وغادي يوليو لكم هنا على شكل كريم بحال هكا كريمية غادي تولي الخلطة كريمية غادي نضيف جوج صفر ديال البيض يعني جوج صفر ديال البيض اللي تشتو معايا البيض البيض من حجم متوسط يعني اللي توفر عندكم غادي GT мой عم جوج هي اه بيضات صفر ديال البيض البيض ديال البيض غادي تحتفظو بيه وفاد ويفاد شوكون هيش اللي فالناخر ديال فيديو غادي ندمج العناصر مع بعضية هكدا كيما غادي تشوفو معايا يعني غادي نستمر في التحريك حتى يندمجوا معي العناصر جيدا يعني كنت نخلط بيدية حتى تندمج معي ديك البيضة مع الخليط اللي عندي ثم نضيف طحين الفورس كيف ما كنت لكم نوعية جيدة قبل ما نضيف الفورس عفواً غادي نضيف اللوز اللي طحنت من قبل اللي شو معي طريقة ديال الطحن دياله تكيو اللي كيف ما كنت لكم كتطلع زيت دياله بحل شكل برانيني وغادي ندمجوا مزيان مع العناصر اللي دمجت من قبل حتى يندمجوا يعني غادي تحسوا بأنه لخليط واحد يعني كيكون نرتب كيجي داك الخليط ترتب ومعه احنا يطحنناه مزيان يعني ما كيكونوا فيه لحوبيبات لحت حاجة يعني هانتو ما كيف ما شفتوا معي الطريقة كي ندمجوا مزيان استمروا حتى تحسوا أنه داك اللوز ندمج عفوا مزيان مع الخليط ديالكم إلا لقيتوش يحبز القاتلكم بحلقة حيدوها مهم غادي نستمر في تحريك مزيان من بعد غادي نضيف الطحين الفورس كيف ما كلكم نوعية جيدة اللي كتكون خاصة بالحلويات حكدا باش تحصلوا على نتيجة رائعة وزيما وصراحة ومرضية لكم غادي ننخلط الطحين تدريجيا حتى كنحصل على واحد العجينة العجينة اللي كتكون متماسكة هاد العجينة ما كتدلكوها شي يعني غي كتجمعوها يعني كتبقوا تجمعو فيها حتى كتحصلوا على داك العجين يعني ما ممنوع أنكم تدلكوها غادي نستمر آآ فأنا أنني حتى نجمع آآ نستمر كان نضيف الطحين وفي نفس الوقت كان نضي كان نجمع للعجين ديالي وفي هاد الأثناء أنا درت الدفعة الأولى ديال الطحين من بعد مني غادي ندير الدفعة الثانية غادي نضيف آآ الخميرة الفورية كيفما كلكم صاشية وحدة أنا كنت في المقادرة أعطيتكم جوش صاشيات آآ كيفما كلكم وكما كانش كيفاش ندير باش نعود المونتاج لأن كنت ديك الساعة صافي صورت آآ هنا يا آآ راقلت عليكم في المقادرة الفيديو صاشية وحدة ديال الخميرة الفورية آآ وكتطلع ما كتجي الحلوة طالعة يعني أنا غادي نوريكم سر أنها كيفاش كتجي عندكم طالعة آآ غادي نستمر أنا في التحريك وفي نفس الوقت كان نضيف الطحين تدريجيا حتى كان حصل على العجينة المتماسكة وغادي نوريكم القوام ديالها كيفاش كيكون آآ كيفما كتلكم ما كان دلكوش هاد العجينة نهائيا يعني كتقي تحركي وتستمر ريف التحريك بطرف ديال أصابع ديالك وكتجمع العجينة ديالك عادي حتى كتجمع لك وكتولي عليك على واحد شكل ديال العجين اللي كيكون متماسك آآ اللي موارفين كيدلوا الحلوة غادي غادي دوزوا هال المرحلة يعني كيفما كتلكم أنا كان مبقا غادي قدقى بالناس اللي أول مرة غادي طيبوا هنا هي العجينة ديالي هاي شكل ديالها كتكون متماسكة هانتو ما شفتوا آآ شكل ديالها راه كتجي مجموعة وحلا بط بغي زيت قريبا كتجي والمهم أنا مني كان كان خليوها واحد قريبا خمسة دقايق آآ من بعد غادي غادي نغطيها واحد خمسة دقايق وغادي نوريكم كيفاش غادي تشكلوا هانتو ما شفتوا راني كان وريكم مشكل ديالها كيفاش كيفاش كتتكسر معايا غا نغطيها بواحد البلاستيك المدة خمسة دقايق كيف ما كتلكم ومن بعد غادي نصيب الطاوى ديالي واللي غادي ندخل الفراد كنديلي ها ورق ديال طهي كنغطيها بورق ديال الطهي هاكده باش ما كتلسقشن ليا الحلوة وفي نفس الوقت مني كان طيب كتكون عندي سهلة انني نزولها من من لاطة ديالنا غا نحتاج واحد البلاستيك غدائي ولا بلاستيك عادي غادي نوضع فيه لاجين ديالي وغادي نغطيها على هاد الشكل وغادي ما كي الناس اللي غادي يستعملو المدلك انا كنفضل انني نستعمل ليد ديالي يعني ما تحتاجوش في هاد الوصفة للمدلك لانك تكون لعاجينة رطبة وسهلة انكم تشكلوها هانتو ما غادي نوريكم مشكل بالمدلك انا كمني كتت ديريها ره سهلة ايه ولكن ضغيه كتحبط ضغيه كتحبط معاكم انا كنفضل انني نستعمل ليد ديالي كيفما غادي تشوفو وهي باش مكنت الحلوة طالعة باش مكن انهو النتيجة غادي جي زوينا غادي نوريكم الاشكال بجوج يعني مني كتقطعيها وكتجي الحلوة هابطة ما كيجي شكل ديالها زوين يعني غادي نوريكم إلا قطعتوها هابطة وكتحقطعي بالكأس يعني ضروري يكون كأس لان باش كيعطيك على داك الشكل الهيلة اللي كيكون اه الشكل دياله من من هدا هانتو مشتو باش مكنت طالعة باش كتكون زوينا وغادي نستفها في طاوة ديالي إلا كانت هابطة كيفما شوفو في اللويلة كتجي إلا دا هبطيها كتجيش ديك ديك الحلوة زوينا يعني باش مكنت عالية باش مما اه شكل ديالها كيكون زوين باش مما كيجيش شكل ديالها اه زوين وكتجيه موية في 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 طيال ديالها هنا يا غادي نوريكم شكل كيفاش داير هانتو مشتو السمك ديالها كيفاش داير لعلوباش عالية اه يعني غادي نستمر انا نقطع العجين ديالي كامل هانتو ما كيفاش شكل ديالها يعني كيكون هلال مكت ويلا هاكا بغيتو تزيدو تقعرو هاكا كتزيدو تضربو بالكس ويلا بغيتو هاكا اه شكل دياله يكون شوية مجموع كتخليو هاكاك مجموع مكين حتى يعني كيبقى الشكل الاختياري ليكم صراحة كيجي كيجي واحد الحلوة اللي نزوينا وهموية وزوينا الاعياد صراحة يعني تال اعياد كنحتاجو هاد النوع ديال الحلويات كنبدلو شوية شكيلات اه نبدلو شوية شكل ديال غريبة احنا موالفينها كتكون مدورة هاد شكل ديال هيلل حتى هو كيجي رائع ولديد ومكوينة بسيطة زعبة ماشي ماشي صعيب انك يتندوج ديها في المنزل ديالك اذا كان عندك فران ديال الدار اه مرحبا اذا كان عندك اذا ما كانش عندك كتصفتها الفران حتى هو الفران ديال الزنقة كيطيبها وكيجي غزالة ولديدها دوكو الزوائد ديال العجين هنتم معنا تنشدهم كتقدري تخدمهم ديك الساعة يعني مش يتقدري انك زيما ما تحتاجيش انك تخليها تاني واحد شوية عاد عاد تخدمي بها يعني ديك الساعة يمكنك انك تشكلي منها تشكلي العجين وتعود تصيبي به الهيلالية ديالك يعني العجين كيب خديه ما رطب رطب وفي نفس الوقت اه ما كيعدبكش وهذه الحلوات قدري تصيبها في واحد المدة اللي بسيطة يعني ساعة كافية انك تصيبها وطيبها في نفس الوقت انتم ما شفتو الحقيقة العجين كيفاش كتجي تبارك الله عالية ومشققة وبالنسبة انا غادي نكمل بطبيعة الحال الكيمية كامل ها ديال العجين اه ومن بعد غادي نوريكم البيض ديال البيض اه غادي نحتاجوه اننا غادي ندهنو به هادا الحلوة ديالنا مهم غادي نوريكم اه طريقة المهم كيف ما كتلكم دوكو الزوائد ودكو الباقي ديال العجين غادي نصيب به انا يا الكمية كامل ها ديال ديال الحلوة وفي هادا الاتناء اه يعني كنظن ان طريقة سهلة وبسيطة ومتناول جميع يعني اه ما نحتاجوش نزيد نشرح لكم كتر على هادا طريقة راح سهلها ثم كتدير يغي العجين وسط البلاستيك وقد اه قدها بالبليد ديالك يعني ما تحتاجي لها مدلك الاتحاجة اينما عندك تقطع يعني كاسك فيك انكي صايبي به هادا الحلوة يعني تايلا ما عندكش اه دوكلي موين باش صايبي الحلوة اه يعني ادي حلوة بسيطة يمكن لك تطيبها اه في المنزل ديالك بحاجة لي متوفرين وبساط يعني صراحة اه يكفي انك يكون عندك كاس من منزل ديالك غادي تشكلي هادا الحلوة ورا كيف مكتلكم المخدر ديالها كيكونوا زوينين مما ما عجبتها شادي كضغية بسكينة لحتها اه 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 ان سوا يمكن لك تي لما جاك الشكل هو هاذاك را كتحي ديالك و كتعاودي تشكلي اه وتصايبي الشكل اه مو يمخصوم يكونوا في نفس الحجم هانتم مشكل ديالها كيفاش كاتجيسة ليستطاوى كاملها يعني كاتجي رائع ولي دا شوفوا كيفاش مشققة غزالة سبارك الله زعمها صراحة الحمد لله زعم اليوتيوب كيمكننا اننا نبرتاجو مع بعضياتنا اه معلومة زوينا هنا يدك البيض ديال البيض غاني ندهن به الفوق ديال 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 حلوة ديالي كاملها وفي نفس الوقت غنزينها باللوز في لي كيف ما قلت لكم اليوتيوب صراحة نفعنا بزاف لانا بعد المرة ديك ساعة كنتي كتحقلبي على المعلومة ولا على الحاجة برقنا شوفوا كيني الناس اللي ما كيعطيوكش المعلومة كاملة يعني مني كتبغي تصايبها الحلوة كتبقي واحلى ولا مني كتخصكي تشيريها وكم المرة كان ديك ساعة ثمن ديالها غالي بشيريها الله يكون في العوان كي اللي ما عندوش يعني وفي المرة كتكون عندو المكونات كاملة في الدار ومعارش كيفاشي صايب يعني الحمد لله ان اليوتيوب مكننا اننا نبرتجه مع بعضياتنا المعلومات ونشاركهم مع بعضياتنا وما تحتاجي تسوي للتاحد وما تحتاجي انه يعطيك تاحد معلومة ناقصة يعني يكفي انك يدخل اليوتيوب تقلبي على الوصفة وتصايبها الراسك وديك الساعة كانوا فعلا النس قلال اللي كيصايبوا الحلوة ما كيبغوش يقولوا لك السر ديال النجاح ديالها انا الحمد لله هنا يرا شاركس معكم قائل اسرار ديالها وكونوا متأكدين انها غتنجح معكم في افل مي ايلة سبعتوا الخطوات كيف ما هي هنا يرا زينت الحلوة كاملها بدك اللوز في لي ودرت لي هل بيد من الفوق يعني كتحاولي انك كيشك شوية صعيب من بعد دخلتوا الفران على 180 درجة وهنا مني نخرج تحمرها نشو ما شو الحلوة كي كتجي رائعة ولديدة ومن عاودش لكم على الماداق اللي فيها كيكون كتجي شيشة وزوينة الصراحة كتستاهل انكم تجربوها اه كتزيدون بها المائدة ديال الاعياذ ديالكم وعلش اللي احنا كنحتاجوا ديما الحلوة في دوازتها يشوفوا العلوبة شعالية زع ما كتجي رائعة صراحة كنتمنى انها تنال هاد الوصفة تنجح اعجابكم وتنجح معكم ونتمنى انكم تخليوا لايك وبرتاجيوا هاد الفيديو وعلش اللي اخليوا لي كومنتاغي لعجباتكم الحلوة ويلا نجح سمعكم وجربتوها اه هنا اه يمكن لكم تحتافظوا بها اه بعدش كده هاد الكارتونة يعني تتعملوها في ديروا في هاد الكارتونة تقدروا تضيوها الكارتون للناس اللي تصيبوها في المنزل ديالكم ويلا كنتوا غادين عندش حد جاتكم شي مشي على غفلات تصيبوها في المنزل ديالكم وديوها الناس يضخوها معكم كنتمنى لكم اه 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 كما عارش كيف اش هنقول عليكم المهم وشاهدة رائعة ونتمنى ان هاد الوصفات نال اعجابكم وإلى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم